أهلاً بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة حلقتنا النهاردة بعنوان عبادة الأحجار في دين المختار في هذه الحلقة نتحدث عن الصورة العملية للعبادات الوثنية التي تورثناها في الإسلام الكعبة، عرفة، الصفة والمروة ويعني الحقيقة أنه أكترهم خطورة في رأيي النهاردة وأنا ببحث موضوع الحجر الأسود وارتباط كل ده بتعلق محمد بممارسات وثنية كانت جزء من حياته وأثر ده إيه على المسلمين النهاردة بعد كده حشارككم بصورة مما يحدث الآن في حياة المرأة المسلمة عامة وفي حياة المرأة في إيران خاصة وبعدين الرسالة للعابرين النهاردة حنرد فيها على سؤال هل هناك تقوس في المسيحية أم لا خليني أبتدي بموضوع الحج لأنه السنة دي يعني الأعداد اللي سمعنا عن سقوطهم ضحايا لما يسموه عبادة نوع من أعواء أنواع العبادة وفرد في الإسلام كان يعني مؤلم جدا يمكن كان فيه في سنين فاتت أعداد أكبر لكن بالنسبة لي أنا عايز أقول أنه العدد كبير أو قليل المسبب إيه؟ المسبب مش الحر المسبب مش عدم اهتمام السلطات هناك ولا الأعداد الكبيرة الزائدة لكن لا هو فيه تحت كل هذه الأمور الناس دي بتروح هناك عشان تعمل إيه؟ وبتدور على إيه من خلال هذه العبادة يعني خليني نشوف الإحصائية بتاعة الأسبوع ده السنة دي مش الأسبوع ده دي الإحصائية بتاعة السنة دي بيقول إنه فيه 1833 مليون و833164 إنسان كانوا بيحجوا في الوقت ده وبيقول إنه من خارج السعودية كان فيه تقريبا فوق المليون ونص مليون و600 ألف وحاجة ومن داخل السعودية كان فيه الرقم اللي انتوا شايفينه ده اللي هو 221 ألف حقف عند الأرقام دي بس دقيقة واحدة اللي هي المعروف عند الدولة اللي دخلوا قانوني هناك الكثيرين اللي بيروحوا يحجوا ودخلين غير قانوني فاكرين إحنا تكلمنا في حلقات سابقة إنه فيه حاجة اسمها حج التهريب وإن هذا الحج جائز وهنشوف دلوقتي ليه خليني ينتقل لنقطة تانية في موضوع ياريت تخلي الصورة كبيرة شوية علشان الناس يشوفوا بقية الإحصائيات الموجودة فيه حاجة لا فتت نظري إنه 22% بس من العرب اللي بيحضروا يعني دول اللي بيقروا وبيكتبوا عربي وفاهمين ويمكن أكتر بصورة أوسع عن التقس الإستامي 22% بس هم اللي راحوا يحجوا السنة دي من مجمل هؤلاء الأسيويين 63% يعني الرقم كبير من جزء من الناس دول ما بيتكلموش عربي خالص مش كده وفيه بقى من أوروبا وأمريكا واستراليا ممكن يكونوا فيهم عرب وممكن يكون فيهم مش عرب بس النسبة الأكبر ممكن يكونوا من غير الفاهمين أصلا للغة العربية وإحنا عارفين إزاي أنه الناس اللي بيكلموا لغات أخرى هم بيحفظوا حاجات معينة يصلوا بيها وخلاص ويقدوا بيها التقوس وخلاص ويقروا القرآن مترجم بطريقتهم لكن يعني غير فاهمين لب الدين الإسلامي بالشكل اللي فاهمينه العرب هل ده بيقول أنه النهاردة في بقى في وسط المتحدثين بالعربية ناس بقوا بيبحثوا بيفهموا بيدوروا على حاجة أفضل لحياتهم أنا صلاتي أنه النسبة دي تكون بتقول كده ده صلاتي أنا يعني ده أملي أن الناس أنتو النهاردة وأنتو بتسمعوا تكون عنيكو بتدت تتفتح على المشاكل الكثيرة اللي تورسناها في التعليم الإسلامي أرجع تاني النقطة أنه مش كل دول هم اللي كانوا فعلا بيحجوا فيه ناس كانت بتتكلم كتير جدا على الأعداد الناس اللي ماتت وفيديوهات وصور وحاجات زي كده للناس اللي ماتت ومعظم الناس اجتمعوا على أنه حج التهريب والناس اللي بتروح تقعد تعمل عمرة وتقعد غير قانوني لمدة شهرين وبعدين تروح تعمل الحج تهريب وغير متصلين بأي حد دول دول أعداد ما حدش عارفهم مين ولا قد ايه ودي مش أول سنة لكن المشكلة في كده أنه الشيوخ هم من أقروا وهم اللي ساعدوا عليه خلينا نشوف الفيديو ده اللي أنا حطته لكم قبل كده عشان أفكركم أن هؤلاء الشيوخ هم المتسببين في ما يحدث واللي بيقوله الشيخ أنه واحدة بتتصل بيه بتسأله إحنا عندي أهلي رايحين يحجوا هم هيروحوا حج تهريب فمن غير ما يقول لها أي حاجة لا قوليلي بس هم رايحين فين وهينزلوا فين وأنا هوريكي بالزبط ده إيه اللي هيحصل فيه وأقول لك المسار اللي ياخدوه وأهمية عرفة وسابوا خالص من موضوع أنه المسألة فيها حج تهريب إذن لازم نعرف أنه مسئولية هؤلاء الشيوخ أيضا مجملة في كم الناس اللي ماتوا الراجل بيرسم المسار للمهرب والمهرب إيديكم ملطخة بدماء الناس دي لأنكم أنتوا نفسكم لم تعقلوا لم تعقلوا المقدم لكم في هذا الدي أنا أصدت مرة تانية أن أنا منشورش الفيديوهات اللي فيها سؤر المصابين من الناس احتراما لمشاعر الأهل ومشاعركم علشان إحنا تعودنا على مشاهد الموت وعلشان أنه كل إنسان من الناس اللي راحوا دول منهم ناس كتير راحين علشان خاطر طلبين أنهم يتقربوا من الله باللي يعرفوا كان أمالهم أنهم ياخدوا الغفران من هذا الإله دول ضحايا للدين ولهذا الإله علشان كده أنا مش عايزة أحط صورهم ولا عايزة أحط المناظر المؤلمة اللي شفناها من المصابين والناس اللي ميتين وفي الشارع كده أنتم شيوخ المسلمين النهاردة لكم يد فيه الدولة في السعودية بتتعامل مع الموضوع ده وبتحاول إنها توقف التهريب وبتحاول إنها على قدر ما فهمت يعني إنه هما يساعدوا الناس أو يعملوا تسهيلات علشان الناس تقدر تدخل بشكل قانوني صح دلوقتي النتيجة وكل سنة كانت النتيجة إنه هناك ناس بتفقد وبقى أنت يا دوب يعني ممكن تبقى عارف إنه أهلك فقدوا هناك وتبقاش عارف دول أحياء ولا ميتين ولا إيه ولا تخطفوا ولا إيه أو جملة من الناس اللي ماتوا هناك ويدفنوا بشكل من الأشكال اللي يعني بالنسبة للمسلم هو شايف إنه لو مات هناك يا سلام بقى هو ده عز الطلب لأنت فقدت حياتك أنت فقدت حياتك عشان تخلص نفسك ودي مشكلة لأن الإنسان لا يمكن إنه يخلص نفسه في الإسلام تعودنا على إنه تقديم بعض هذه الشعائر مثلا اللي يقولك إيه أنت أنت تعمل شعيرة الحج دي وترجع كما ولدتك أمك المشكلة أن أنت هترجع كما ولدتك أمك لحين لحد ما الخطيئة اللي بعدها تيجي في حياتك للحظات وترجع تاني تعيده من الأول الإنسان لا يستطيع أن يخلص نفسه بهذه الطريقة ولو كل واحد منهم كان عارف أنه الأمر ده يعني مؤقت أنت بس شلت الزنوب اللي فاتت واللي جاي إيه في مشكلة أنه العادات اللي تسلمناها ك مسلمين عموما يعني وأنا مسلمة سابقة أن العادات دي مرسها محمد وهو بقى اللي أطفع عليها صفات القداسة وأحطها بتاريخ مؤلف يعني مالوش أي علاقة بالحقيقة زي إيه مثلا زي الكعبة ف مثلا تقلنا أن الكعبة دي بناها إبراهيم وكلام من ده وإنها كانت مقدسة وأبرها والطير الأبابيل وكل القصص دي والفيل والكلام ده كل الكعبة لم أكن أنا أعلم أنه كانت من ضمن عدد من البيوت للأصنام أنا كنت عارفة أنه كان فيها أصنام وأنه محمد دخل وكسر الأصنام وشل الأصنام والكلام ده كل لكن لم أكن أعلم أنها كانت ضمن عدد كبير في المنطقة دي من بيوت الأصنام زيها زي أي حد في الوقت ده كان ده مصدر لكسب الرزق لما الناس بتروح تزورها ويعملوا تجارة حواليها ويعملوا بير ويأكلوا الناس والناس تبيعوا وتشتري وكده يعني بس المصيبة الأكبر أنه طبعا ليس هناك أي دليل أنه إبراهيم أبو الأباء هو اللي بان ده لأنه كما ادعى محمد ده عشان بس يربط نفسه به لأنه هو اللي قال في الفكرة دي لأن إبراهيم لم يثبت وجوده في المنطقة دي خالص وعليكم البحث النهار ده أنا بقولك عملنا حلقات كثيرة في هذا الموضوع إذا كان في المرأة المسلمة أو الدليل كثير من الحلقات في على قناة الحياة هتلاقي فيها الكلام ده كل إيه اللي خلينا نقول إنه لا مش إبراهيم وده كان بيت من ضمن بيوت الأصنام أيضا المعلومة الأهم اللي أنا يعني كانت صادمة جدا بالنسبة لي إن مكة لا إثبات لوجودها قبل القرن الرابع إيه يبدأ بقى لوقت إبراهيم فعلينا البحث هل اللي انتو بتقدسوه ده حقيقة ولا لأ إحنا تسلمنا أمور نتيجها في منتهى الشر الروحي والنتائج العملية في حياة الناس نتائج سيئة جدا زي ما احنا بنشوف ناس بتتدافع وبتروح يعني نهيك مش عايزة تكلم على كل القبح الموجود في هذه الشعائر والتحرش بالنساء والكلام ده كله اللي موجود وفيه فيديوهات كتير تقدروا تشوفوها أنا عايزاكم بس تبصوا لفكرة إنك أنت كإنسان فاكر إنك رايح تتقرب لله وإن هذا التقرب حيديك غفران وإن هذا الغفران أي كان لو أنت عملت كل الشعائر بالطريقة الصحيحة السليمة 100% كل هذه الشعائر هتكون يعني بلا فائدة لإنك لو كان حتى الكلام صحيح هتخرج من هناك هترجع تاني تعيده من الأول لن تستطيع إنك تخلص نفسك بأي صورة في الإسلام لإنه هناك في الجانب الآخر يعني فكرة الصراع بقى في إنك هتعمل حسنات وسيئات وإزاي تكفر وإزاي تعمل يعني الدائرة لسه موجودة تحج بقى كل سنة أما بقول إنه محمد نفسه مارس هذه الشعائر أنا عايز أقول إنه محمد نفسه قبل الإسلام كان فيه حاجة اسمها حج في الناس بتروح تحج للبيوت دي برضو وكان فيها شعائر وثنية وكان فيها أمور قبيحة كثيرة ومحمد نفسه عمل هذه الشعائر علشان كده هو اللي احتفظ بيها اتعود عليها فاحتفظ بيها وسلمها لنا أو تسلمناها يعني بأي شكل من من الأشكال لأن ده كان المعمول بيه في هذا المكان اقرأ دور اعرف ليه إيه اللي يخلي إله يربط شعيرة وثنية قبل الإسلام بحاجة المفروض إنها تكون فرد على المسلم عملها فرد على المسلم حتى الصيام كان قبل الإسلام برضو عملها فرد على المسلم يجب أن نسأل من هو المصدر إن لم يكن محمد فهو إله محمد أنا أحط لكم فيديو من غير صوت هنا هو الفيديو ده بتاع كسوة الكعبة عايزا كتشوف أنا ليه بقول إنه يعني موضوع تقديس الأحجار ده حيظهر لنا في أمور كتيرة وأنا باخده بس مثل إنه عارفين الكتاب المقدس بيتكلم عن إنه كل إنسان ممكن يكون عنده آيدل وثن في حياته فممكن يكون حد الوثن بتاعه اللي هو يعني شايف إنه أهم حاجة في حياته المال الستات عياله طريقة الحياة المعيشة مثلا بغينة أو حاجة زي كده كل واحد مننا عنده حاجة بيبص ليها بصورة تفيد نفسه أكتر أو تشبعه هو شخصيا أكتر بتكون ساعات بعيدة عن الله خالص فالكتاب المقدس بيقول إنه وجود أصنام معنوية زي الفلوس زي الحب زي الجنس ده ممكن يبقى صنم في حياة حد يبقى ربطه مثلا فالله بيقول لنا إنه ده غير مقبول وده بيعيقك عن فهم الحياة مع الله فأنا النهاردة مش بتكلم على بس الكعبة كصنم ولا الحجر الأزود كصنم أو لأ أنا بتكلم على كل ما يأخذنا من معرفة الله وده يدخل فيه الإسلام كفكر الإسلام كعقيدة الشعائق الإسلامية اللي بتاخدك فيه بعيدا عن الممارسات الحقيقية اللي بتنقي قلبك وفكرك وبتعدك لإنك تعرف الحياة مع الله بمعناها الحقيقة أو تعرف الله حقيقة فخلينا نشوف الفيديو القادم ده ونشوف إزاي هم بيعدوا لكسوة الكعبة أنا أصدت إن أنا محطش الصوت لإنه هنا بس المزيع بيقول لنا إيه اللي بيحصل آدي الكسوة الكعبة جايبينها في عربيات معدة ليها وبيقولوا إنه ده حدث مهيب وشايفين كل العساكر اللي شايلين الكسوة دي دول مخصصين لحمل كسوة الكعبة بتيجي في أربع قطع معمولة من الحرير مذهب والخيوط معمولة من الدهب بيقولوا كده معرفش بقى دهب خالص ده وإلا إيه معرفش يعني لكن الحاجة اللي لحظتها إنه ما بيخلوش أبدا الكعبة من غير سطار فلازم يجيبوا الجزء مثلا منها قدي ناحية يحطوها يحطوها تحت الجانب ده من الكعبة وياخدوا اللي فوق ينزلوه ويطلعو التاني على طول ما أو يطلعو الأولاني وبعدين ينزلو التاني المهم إن هم ما يخلوش الكعبة بلا سطار أبدا أبدا وعارفين أنا توقفت عند الموضوع ده ليه أنا توقفت عند الموضوع ده لأنه إذا الناس وقفوا وبصوا كده وشافوا لقوا حجارة حجر عريان طوب هو ده اللي يسكن فيه الله فيهمنا إحنا إيه إنه إنه هذا الحجر يقدس بالشكل ده لكن لو اتعرى أمام الناس لو اتعرى هيفهمه كل الناس دي وبعدين إيه يدخلوا الغطب بتاع الكعبة دي الكسوة بتاعة الكعبة الجديدة دي بتدخل وهم إيه بيمولعين بقى بخور وحاجات زي كده ليه أنا بيسألوني إنه فيه ناس بتشرب المية بتاعة غسيل الكعبة من الممكن إن ده يحصل لكن أنا ما عنديش معلومة إن دي حاجة لكن من الممكن إن ده يحصل كانوا بيشربوا المية اللي بيتوضى بيها محمد وقلت وكلها بقى مش محمد لوحد عشان كلهم كانوا بيتوضوا من إناء واحد فإنتوا جعل يعني الإسلام جعل البشر حتى أصنام دول بقى يعني كبرات رجال الدولة شرف كبير إن هما يكونوا ماشيين وشايلين وبيبخروا قدامه هما بتشوف الحاجات دي أنا يعني كنت حقيقة بتخيل ما هو كانوا زمان برضو بيعملوا كده مراسم زي كده الأوسان برضو هي هي يحطوا البخور الأوسان برضو من أوحى للناس اللي هناك دول إنه يعني ما هما تخيلهم إنه الكعبة فيها إله آلهة مليانة أصنام هما بقى شالوا كل الآلهة وخلوا واحد بس وبقى كده توحيد ولكنهم ولكنهم يجدوا الله الحقيقي لأن اللي فضل الفكر الشيطاني اللي يضلك عن الله اللي بيبعدك عن الله اللي بياخدك من تنقية القلب إلى ده برضو ما فيهوش صوت عشان نبقى ده بيعمل إيه ده الحجر الأسود الحجر الأسود بينظفوا ويدهنوا بيدهنهم بقى يا أمة زيوت معطرة طبعا أغلى الزيوت المعترة والبرفنات بقى وأي كان ده واحد بييده يعني مسكين يعني صعبان علي بييده ماشي بيدهن طوب الكعبة حد يقول لي مثلا إنه مرة حطي ييده على الكعبة فشفي مثلا ده أنتو في أيام محمد الناس اتمسكوا بأسطار الكعبة اللي انت بتقول إنها بيطلق واللي انت شايل بقى الحجر الأسود بييدك وإلا مش عارف إيه وحطوا فيها والكلام ده كل آه وطبعا زيوت ومسك وعنبر وكل حاج فحد يقول لي إنه إنه هذا المبنى حطة الطوب دي سبب معجزة حقيقية في حياة حد يعني ما يش سمحوني ده أنا في مصر يقول لك الحج فلان الحج فلان الحج فلان وبعدين يطلع الحج فلان ده شيخ منصر مثلا هو قد الفريد عادة معظم الوقت بيبقى الحج فلان ده شيخ منصر عامل حاجة حد عايش مصايب معين ليه إيه الدليل إنه إنه البتاع اللي انت مشيط تدهينها دي عملت أي معجزة كنت بقول لكم إنه صعب علي الراجل ده لأنه يعني فكرة العمل واللي اتكال على العمل هو طبعا فاكر إنه هو خد حسنات الدنيا والآخرة دي ده ده كان بيحصل في عبادة الأوسان الأوسان أيضا كانت يوضع عليها العطور ويتبخر قدامها ويتحط قدامها أكله نفس الحكاية المشكلة انت دلوقتي حاطت أمام هذا الوسان الكبير ضحايا من البشر بيلفوا ويفضل البشر يلفوا في دوائر مفرغة ده هو ده الصورة اللي أنا شايف بيقدسوا الحجر الأسود يقولك بقى إيه إنه عمر كان وهو بيحج يقوله أنا أنت حجر لا يدر ولا ينفع ولو لأني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك هو بيكلم عن مين بيكلم عن اللي سمى نفسه مختار محمد وش هو ده بقى الرسول المختار اللي كذا اللي كذا أضل الناس لأنه قصة إنه إنه حط الحجر هو الناس اللي جقوله هو اللي شل الحجر وحطه سواء بقى كان الحجر اللي سود ولا حجر تاني بقى أي قصة زي القصص اللي موجودة وكونه هو يؤسس فكرة إنه تقبيل هذا الحجر أساسا ما ينفع يعني هو ده المدخل ما ينفعش اللي أنت صلاتك ولا حجك إلا إذا قبلت هذا الحجر ولا شاورتله ولا لمسته ولا أي حاجة لازم أضل الناس ومش بس أضل الناس لأ ده كمان قضى على ناس كتير علشان خاطر من رعب المسلمين واشتياقهم إلى إنه بس يبقى يعني يوصل لحاجة ترفعه درجة أعلى نشوف بقى إيه الصراع يعني إلى إلى حد الموت شايفين إحنا النهاردة ما عليش عندنا مشكلة في الصوت فأنا حاب أقول لكم بقى اللي بيحصل لكن هي دي كلها بس دوشة خناقة شايفين إزاي الناس دي شوف الناس اللي تحت شايفين مزنوقين إزاي ممكن تكبر الفيديو شوي الناس ركبة فوق بعضها تخيل علشان خاطر يلمسوا الحجر يزقوا يزقوا بعض واحد يجي يمدي إيده يلاقي حد تاني بيرجع له إيده أنا عايزة أعيد الفيديو تاني عشان تقدروا تشوفوه بالوقتي في ناس وصلوا إنهم يبوزوا الحجر لكم إنكم تتخيلوا كم حد اندهس ومات تحت ده رجالة وستات أمين الرجالة والستات بقى أو أنت مش هتشوف كتير ستات لكن فيه ستات بتقدر توصل فيه فيديوهات لستات بتقدر توصل بس بتعامل فيهم إيه بقى لما بيوصلوا وبنشوف مناظر مؤزية جدا للي بتعامل فيهم مش هقول مش هتكلم إنتوا عارفين هل الاحتكاك بالستات في المناطق دي كويس ماشي نعدي ولا إيه هل في إله ممكن يشرع ده إيه الفايدة لله إنه يخلي الإنسان يتحط فيه موقف زي ده ليه لأنه محمد أوكي محمد عمل ده ومهتم مش لو هو رسول عند الله كان عرف ولكن دي إرادة الإله أيضا الموت في سبيل الخلاص عايز أقول لك إنه إن ده ما تقدرش تموت في سبيل خلاص نفسك المسيح مات عشان يخلصك المسيح مات عشان يشيل عنك الخطية المسيح مات علشان يجعلك إنسان جديد تبقى خليقة جديدة وتقول كده إنه الأشياء العتيقة كل الماضي بتاعك يموت كل الماضي بس الماضي اللي بيموت مش خطياء بس ولكن رغبتك في الخطية الحياة مع الله الحقيقي تعيدك إلى رجدك الحقيقي إنك تبقى عايز لأ أنا عايز أعمل ده عشان الله علشان ما أحزنش قلبه علشان أقترب منه علشان أعيش معاه أفضل علشان أفهمه أكتر علشان أتعلم علشان أفيد غيري علشان أكون معطي المسيح مات علشان يشيل عنك الموت الأبدي ويدي لك حياة ممدودة معاه علمنا إن إحنا نشارك محبته ورسالته ونقدم للآخر والمحتاج بقلب رادي ليه بقى لأن أنا مش محتاجة أتخانق مع حد وأنا وقفة جنب حتة طوبة عشان أوصلها وأخذ غفران لأ أنا عارفة أن أنا نلت من الله خلاص أبدي غفران أبدي بقى عندي اتصال بالله والروح القدس اللي فيها متواصل يرشدني يؤيدني يعدني يغيرني يقدسني كل يوم لكن الإسلام بقى يقولك لا حارب بقى عشان توصل الشطر يوصل في فيديو للشيخ الشعراوي أنا هشغله بس عشان تتأنسوا بي لكن ما أعتقدش هتقدروا تسمعوا الصوت اللي بيقولوا بقى في الفيديو ده بيقولك إيه إنه الله بقى بيقولك إن الحجر هو أدنى المخلوقات لكن الإنسان هو أعلى المخلوقات وإنه الله بقى لحكمته يقولك إنه أنت حتيجي أنا حاجعلك أنت يالي أعلى المخلوقات تنزل أهو أنا ماشية معا تنزل وتبوس الحجر الأدنى المخلوقات عشان إيه علشان يكسر الإنسان علشان يخليك أنت عشان يعني إيه القلد من ضمن التأديب والإعداد إنه يكسر الإنسان ويقولك إنه حتى لو إنه حجتك مش هت لا تصلح إلا إذا بوسط الحجر ده لو مقدرتش شاور له باي باي حجر ولو ما قدرتش شاور للحجر يعني لازم يعني لازم يعني إيه يعني 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 عارف لما تقبل حد كده تقوله أنا قبلتك أهو أهلا وسهلا أنا بهزلك راسي فهذا الإله يجعلك تنظر إلى حجر ويزيله راسك كده وتقوله أنا أنا شفتك أهو يعني كل التكريم والإعظام التعظيم لهذا الحجر هل ده منطق؟ هل ده منطق؟ يقولك إن الحجر الأسود ده عشان قصة بقى بتاعته يقولك إن الحجر الأسود ده يعني جي مع آدم وإنه كان أبيض وإنه خطايا البشر سودته وإنه جاي من الجنة وإنه هم حتة الفسفستين دول اللي فضلين بقى دلوقتي هم 3-4 فسفيس كده موجودين جوه حجرة هم زرعوها هو ده الرمز بتاع خطايا البشر؟ ولا اللي بيحصل ضد الإنسان في المنظومة الإسلامية هو ده الدليل على إنه يعني الشيطان عنده هدف إنه يهلك الإنسان محدش الله الحقيقي مش عايز يكسرك الشيطان الشرير هو العز المهلك هو العز يكسرك لإنه الكتاب بيقول عنه كده ده جاء ليهلك لكن الله الحقيقي جاء ليعطيك حياة وحياة أفضل الله الحقيقي يجبر كل مكسور المسيح كان يجول يصنع خيرا للكل ليه؟ لإن الله عايز يصلح قلوبنا عشان نختار إحنا الصلاح ولا نجبر عليه كنت جاء بألكم فيديو تاني للشيخ اللي حتشوفوه ده يمكن بعد كده نقدر نصلح الصوت لكن الشيخ ده بيقول بمنتهى بيرد على سؤال هل أنتو بتعبدوا الأحجار على فكرة أنا أنا ما جبتش العنوان ده من عندي لأنه من الواضح أنه هناك عبادات وممارسات وفنية داخل الإسلام يعني والتاريخ بيقول كده فأنا أثرني جدا أنه الناس تموت علشان خاطر تلف حوالين حجرة وتبوص طوبة فيعني لازم نفكر أهالي الناس اللي ماتوا دول اللي بيسمعوني النهاردة فكر في مستقبل أولادك في مستقبل علتك ما يكون الأهل راحوا ضحية لعبادة وثانية نفكر إحنا بقى ندور على الله الحقيقي بقى يعني الشيخ ده بقى بيقول كده أنه لا ما فيش حاجة اسمها إحنا لا نعبد الأحجار إحنا عندنا النبي قال لنا أنه أنه هنلف حوالين الكعبة وإحنا نعبد الله بس نلف حوالين الكعبة السبب ما نعرفش لكن هنلف حوالين الكعبة لأنه ده أمر الله وبقى إني رجع يقول أنه الرسول برضو قال قادي صلوات أهيه وقادي صلو كما رأيتموني فيبقى حجو كما رأيتموني يبقى طوفو كما رأيتموني برضو مش كده فهو برضو ما جابش حاجة من عنده هو بيقول إحنا بنعمل ما نؤمر ولكن أين العقل أين العقل الكل حافظ مش فاهم منفذ لأوامر زي مكان عمر أنا شفت الرسول بيبوسك فأنا حبوسك وأنا عارف أن أنت حجر ليه هل الله عايزك تلغي عقلك بالعكس تماما الله عايزك تستخدم عقلك وتختار بعقلك شوف من الممارسات الوهمية الأخرى أنا طبعا حطيت الفيديو ده قبل كده في يوم من الأيام شوفوا الفيديو أوكي ده إيه رجم الشيطان أنا مش فاهم أنتوا بترجموا الشيطان يعني سمعت أرقام خيالية مش عارفة كم حجف كم سبع حجرات كل واحد مش عارفة كم مليون حاجة ستمائة مليون حاجة زي كده ستين مليون طوبة حد كاتب النهار ده كل دول بس الشيطان ما ماتش لسه برضو دي كانت ممارسة وسنائي وبردو قررها محمد رمزا لا مش رمزا تقدر تروح تعمل الحج وما تعملش رجم الشيطان وبقيم بص النتيجة إن إحنا عندنا ناس بقى بقيت تعمل حاجات دي بصورة يعني فيها نوع من البلح يعني 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 لو ضربته سبع حجرات ولا حطيته ضربته بتاع رشاش وكان بيدربه بالشمسية أو يمكن عمل الشمسية مدفع ولا إيه أي حاجة بقى ما هو أي حاجة إذا كنت انت مش فاهم بتعبد الله إزاي ما هو أي حاجة خلاص هتعمل هتعمل أي نوع من الأعمال يعني أنت شايف أنه قالوا لك اعملها كده فأنت هتجود فيها مش بس سبع حجرات ده نحطهم في شمسية وتخ بقى الشيطان ليه لأنها كانت عبادة وسانية موجودة قبل كده ومحمد عملها فالمسلمين برضو بيعملوها النهار ده بلا فهم وهم الضحايا الضحايا مش هما الضحايا اللي ماتوا فقط في في وسط الحج ده واللي قبلوا واللي قبلوا واللي قبلوا الضحايا هم الناس اللي عايشين النهار ده بهذه العقلية وإلغاء العقل وعدم استخدام العقل إذا كان بين الصح والغلط بين يعني يعني الشيوخ اللي بتقولك آه ما عليش روح اعمل حج تهريب ده مثلا انت مش شايف ان دي فيه حاجة يعني خيانة للبلد اللي بتصطديفك سر عايز تكسب حسنة وانت بتعمل خطية مفيش فهم يعني ايه نقاء نفسي و و وفكري قدام الله الخلاصة ان الناس دي فقدوا لانهم صدقوا كتبة كبيرة لان الاله في الاسلام لا يقبه بالحياة بل يعني يدفع المؤمنين بيه الى الموت مش مهم انك هتروح تموت مش مهم انك هتروح تتكسر ترجع بعاها المهم انه على يعني بصورة عامة نجد انه هناك طريق يؤدي الى الموت دائما علشان تخلص فعلشان كده هذه هي ثقافة الموت مجد عبدالله مخرج السينمائي التائب الاخواني اللي عنده برنامج بتاع حقائق ولا حاجة زي كده موجود على يوتيوب قال وهو بيتكلم على الموضوع ده انه هو راح وحاجة وشاف السعودية بتبزي الجهد وكده وانه يعني يا جماعة دي حاجة بتحصل وقال انه يعني لو راحوا 2 مليون ومات منهم 600 شخص ولا 1000 شخص يعني دي مش يعني مش حاجة كبيرة you know يعني فداكوا معرفش الحديث عن الضحايا بمجملهم كده انه يعني مفيش مشكلة دول يعني مقارنة بالحضور ده مش رقم كبير يعني بيقولك كده كل نفس إنسانية مهمة عند الله ربنا بيشوفك ازاي ده مهم جدا اللي خلقك اللي صورك في بطن أمك اللي عارف اسمك وعين اسمك من قبل الخليقة كلها كل واحد فينا كان في قلب الله وفي منظور الله سواء أخطأت أو أحسنت سواء أمنت بيه أو لم تؤمن بي عندك الفرصة عندك الفرصة لأنه خلقك وهو في قلبه أنه يعطيك كل فرصة للحياة وانت تختار فكل شخص كل إنسان كل النفس بيخرج من يعني من صدر إنسان مهمة عند الله لأنه فرصة للحياة فأنا بقول لك النهار ده لو بتسمعني بتسمعيني أرجوكي أقفي واسألي ربنا وأقف واسأل ربنا يا رب أنا مهمة عندك ليه يا رب علمني أنت مين يا رب صحح مفاهيمي عن اليابني نفسي لمعرفتك أنت ما عندكش حاجة تديها لربنا الكتاب بيقول إنه الجميع زغوا فاسا الكل أخطأ الكل أخطأ مش هتقدر تقف أمام الله إلا ما تشوف محبة الله المعطاة ليك في المسيح دي دعوتي لكم النهار ده خليني أدخل على فقرة المرأة والطفل سريعا كده النهار ده أنا جايبا لكم فيديو من إيران فاكرين موضوع مهسة أميني وأما مهسة أميني أخدوها بعنف وضربت وكده وماتت لأن كان حجابها مش لائق بالنسبة لهم أو مش الحجاب الشرعي في إيران والثورة قامت وناس ماتت وناس حيت والستات قصت شعرها والدنيا تقلبت وحصل منصرة ليهم في العالم كله وبعدين قالوا الموضوع هيخف شوية وأنه الحكومة الإيرانية يعني قللت التشديد على النساء والكلام ده كله الكلام ده مش حقيقي عارفين ليه؟ مش حقيقي لأنه الأصل نرجع تاني للتعليم اللي بيقول أن الست يجب أنها تقعد في البيت وأنها تغطى وأنها تسمع لكلام القيمين عليها وأنه هناك قانون لا يمكن أنك تخرج من إطاره وأنه قانون الدولة الإسلامية هو ما يحكم والكلام ده كله شوفوا الست دي دي واحدة حتى حجاب على شعرها لكن قصتها بينه شوفوا بيتعاملوا معهم إزاي؟ ده نفس اللي حصل لماسا وغيرها بصوا جوا في ست واحدة تانية قاعدة هاي متغطية برضو وبصوا بيدربوها إزاي وبالشلاليت يعني وتدخل وتطلع العربية دي بقى مليانة من الستات دول هذا النوع من الإرهاب للنساء ما فيش حاجة اسمها اختيار تحت الشرع الإسلامي لكن فيه اختيار عند الله والله لا يريد إنك دائما تفضلي مصدر لإنك تكون عورة أو مصدر شهوة للرجال ولا كلام من ده لا ده مش كلام الله ده تعليم شيطاني إزاي إزاي نتخيل إنه في دولة زي إيران والستات الإيرانيات ستات أقوياء ومتعلمات ومثقفات والرجالة أيضا فيه منهم كتير من الرجالة اللي ما هماش موافقين على اللي بيحصل ده اللي خرجوا مع الستات في إيران حط كده إيران في مكان وحط أيضا النظرة العامة للمرأة في العالم اللي حوالينا كان ممكن الستات الإيرانيات يخلوا البلد دي من أعظم البلد في العالم وأنا بقول الستات مش بس الستات والرجال لو كان لهم الدور الحقيقي اللي ممكن ياخدوه في بلد غير مسيطر مش مسيطر عليها بالفكر الإسلامي القامع للمرأة وحريتها عشان شكلها عشان الراجل ما يتأثرش ما يعني ما يفكرش ما تبقى الشهوة مش علشان بس ان هما بينفزوا الكلام الرسول ولا الثقافة الإسلامية أو الدين الإسلامي المغزى منها اللي تحت كل هذه الأمور انك ما تبقىش عثر للرجال مش بس انك تلتزمي بالقانون الإسلامي اللي بيقول انك كده في أحد الشيوخ في الغرب بيقول كده كان انه الست ازاي ازاي الست ممكن تكون وهي لابسها العباية تحط حزام فبيقول انت تحط حزام ده الست اللي تلبس حزام على العباية قدامها بينها وبين الجنة خمسمائة سنة يعني عمرك ما هتشوفيها تهديد النساء بانه لبسك إذا لبستيه كده ولا حطتيه كده ومين قالك انه واحدة لبست حزام وهي لبس عباية ممكن يكون حزام يعني مش مش مغطي كل العباية مثلا مش لافف على وسطها كله مثلا ما بنشوف حاجات زي كده حزام من قدام بس أو يكون مكشكش شوية انت مالك انت مالك زي بتاع الأسبوع اللي فات اللي بيقول ما تلبسيش الشنطة كده وانتي عارفة ليه رجال الدين شغلين نفسهم بشكل وجسد المرأة لأن إله الإسلام حط المرأة في إطار الشهوة وفقط في إطار القيمة اللي يمتلكها الراجل مش قيمتها هي كإنسانة عند الله هقف عند الجزء ده علشان أقدر يعني أدخل سريعا في رسالة العابرين النهاردة تكلمنا عن أنه السؤال الموجود هل هناك تقوس في المسيحية عايز أقول سريعا أنه التقوس أنواع وأنه يعني الصلاة نوع من أنواع التقوس مثلا في الإسلام أنت عندك الصلاة هتقف وتقعد وتعمل إنو مش كده ده طقس ده عمل متكرر بتعمله كطقس هناك هناك كنائس كثيرة في العالم أنواع من الكنائس التقليدية زي الكنائس القبطية الكاتوليكية كثير من الكنائس عندهم أنواع من التقوس في تأدي الصلاة لكن أعيز أكلم العابرين النهاردة وأقول لك أنه الطقس المهم الحقيقي في الحياة المسيحية هو وقتك مع ربنا هو أنه يكون ربنا في حياتك هو الأهم الأول أنه يكون عندك وقت مع الله تقدر تعتبر أن ده طقس شخصي لك كلمت عن أنواع من التقوس الطقس المهم في الحياة المسيحية هو الحاجات اللي شوفنا المسيح بيعملها مثلا أنه المسيح دائما كان يجد وقت للصلاة لأنه يكون في حديث مع الآب هو دائما في حديث مع الآب لأنه هو الله وأنه فيه لكن كان بيورينا أنه وقت مع الله مهم فاللي بيبنيك هو أنك تسمع صوت ربنا وأنك تفهم كلمة ربنا هو أنك تتغير من الداخل فيحصل في حياتك تغيير حقيقي الطقس الحقيقي اللي الله عايزك تفهمه هو وقتك معاه اللي محدش يقدر ياخده منك أو ياخدك منه علشان كده المؤمنين الجداد والمؤمنين باستمرار دايما بنقول أنه بداية يومك لازم يكون فيها وقت مخصص الله أنت بتشتغل الساعة سبعة أصحى الساعة خمسة أعود مع ربنا علشان أسمع كلمة الله علشان أصلي علشان أشارك الله باللي في قلبي وأسمع اللي بيقوله لي في كلمته أو في قلبي أو في فكري هي دي الحاجة اللي لازم يعني تبقى بداية اليوم لكن أيضا الكتاب بيتكلم عن أننا نصلي بلا انقطاع ينبغي أننا نصلي كل حين وبلا انقطاع فتقول إزاي يعني الواحد ممكن يصلي بالانقطاع دي يعني أفضل طول ما نماشي بتمتم صلوات مثلا أردد مزميل مثلا أحفظ الكتاب وأعود أردد لأ مش هو ده إلا الله يقصده إلا الله يقصده هنا إنه في كل أحوالك شاركها معايا يعني إيه يعني إيه إن أشارك الله في كل أفكاري في كل احتياجاتي في كل ما يقابلني يعني ممكن تبقى أقولكو حاجة حصلت مبارح يعني أنا وبنتي كنا برة قابلنا واحدة بيعة فلقناها بتتنفس بصعوبة فبنتي قتلها أنت كويسة قتلها أنا عندي حالة من الاضطراب فعلى طول عملنا إيه صلينا لها وقلنا لها احنا هنكمل نصلي لك دا مش دا مش علشان خاطر ان احنا يعني قديسات ولا حاجة ولكن لأنه الأداة الأول الأولى في حياتي اني أرفع الأمر لله أفهم الله عايزني أشوف اللي قدامي إزاي وأحس بي إزاي فأما يكون الكميونيكيشن اللي بينك وبين الله الحديث اللي بينك وبين الله دا دائم دائما دي صلى في كل حين دا تدخل الله في حياتك في كل حين أنا عايزاكم تبصوا للآية دي بيقول كده أطلب إليكم أيها الأخوة دي رمية 12 والآية الأولى بيقول كده أطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أكساتكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا تشكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أزهنكم لأن دي هي إرادة الله لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة الآية دي أنا اخترتها النهاردة لسببين لأنه الإنسان يعني يعني أنا حسرق لا مش حسرق أنا بقيت ابن الله حبص بشهوة لا مش حبص بشهوة أنا بقيت ابن الله حفكر في اللي قدامي بصورة وحشة لا أنا حتطدع وحط نفسي أمام الله هحس بالله قدامي آه هحس بالله قدامي هشارك يعني كل ما أنا أيوة هشارك كل ما أنا لأن ربنا غيرني من الداخل يبقى ده التقس اليومي بقى بتاع الحياة مع الله لكن بقية الآية بتقول عبادتكم العقلية لأنه تغيير الفكر وتغيير القلب لازم يمشو مع بعض الحياة المسيحية يجب أنه تكون الحياة مع الله فيها لها نتائج والنتيجة التغيير الخارجي لازم ينتج من الأساس وهو التخيير الداخلي قلبا وعقلا الكتاب المقدس بيهتم بأن عقلك يتغير واختياراتك لأن عقلك تغير ولأن قلبك تغير بتتجدد كل يوم فالله مع الله الفكرة اللي عايزك تخرج بيها النهار ده إن الله معاك دايما بيغيرك كل يوم وإن التقس الأهم في حياتك هو ارتباطك به وحديثك معاه وبقاءك في محضر الله طول الوقت تقدر تعمل كده أيوة تقدر تعمل كده وحتشوف إزاي ربنا هيغيرك ويجعلك بركة ويثمر من خلالك في كل من حولك في كل من حولك سدق إنه ربنا يقدر يعمل فيك كده حتى لو انت شايف نفسك تستحق هو بيعمل برغم عدم استحقاقنا ومن أجل محبته ومن أجل مجد اسمه اللي بيخليك شريك فيه وصلي من أجلكم وإلى اللقاء في حلقات قادمة ترجمة نانسي قنقر